السؤال الثاني هل يجوز الصدقة بكفالة أسرة أو صرف مبلغ في باب الدعوة إلى الله بنية وصول الأجر للوالدين أو لأحدهما وهل يجدد النية في كل شهر أو تكفيه نية واحدة في أول شهر يدفع فيها ويتصدق هل يصل الأجر للوالدين؟ نعم يصل الأجر للوالدين وقالت إن أم افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أبا أتصدق عنها؟ قال نعم تصدقي عنها فالأجر يصل إلى الوالدين بإذن الله بارك الله فيك بالنسبة لتحديد النية هذه لا تحتاج إلى أكثر من استحضار أنا ما سأعطي المال في يدي وأنا لا أدري إيشه لابد أن أكون مستحضراً ماذا أفعل؟ لابد أن أكون مستحضراً ماذا أفعل؟ لو الزبالة في يدك أنت مستحضراً ما تفعل بها أنك سترميها في الزبالة فكيف بمال في يدك؟ لابد أنك مستحضر ماذا ستفعل به؟ نعم الأمر يتكرر بالنسبة للجواب الأسر الفقيرة لها حق في المواساة والنظر إلى الإنفاق في باب الدعوة أمر لا بد منه أمر لا بد منه ومهم جداً نعم فأنت خطيب تحتاج إلى مال يوصلك إلى مسيديك الذي تخطب فيه قارب أو بعد عندك محاضرة عندك درس تريد أن تذهب تلقي محاضرتك تلقي درسك أنت في حاجة إلى مال ليس عندنا تجارات ننفق بها على طلبة العنف في هذا الباب إنما هي مما يسره الله من أموال الخيرين الفضلاء أنا أتبرع بشيء من وقتي أو بوقتي وهذا يتبرع بشيء من ماله هذا يتبرع بشيء من جاهه هذا عنده سيارة يحمل عليه هذا عنده دباب موتور يحمل عليه كل واحد مأجور كل واحد مأجور يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض نعم إذا جاء وقت أن الخطيب يريد أن يخطب ما عندي ما أعطيه قد أقول له أجلس ما عندي ما استطيع نعم لكن من هنا تشعر أنه لابد أن يكون هناك شيء من المجهود والتعاون حتى يكون هناك سد يكون هناك سد لهذا الباب بالتعاون ليستفيد الناس مسجد فيه قدر مئة مئة وخمسين مئتان ألف شخص أي يصلون ظهرا أو يخطبوا بهم من لا يحسن فتشعر أن مالك الذي تبذله في هذا الخير في هذا العمل الصالح هذا في سجل حسناتك وبذرة خير نفعها عظيم وعميم وأنبه أيضا أن لا تنسى الأسر الفقيرة إذا استطعت أن تصل إليهم لا عن طريق الجمعيات فالجمعيات قطاع طريق بين المحسنين والمحاويج الجمعيات قطاع طريق بين المحسنين والمحتاجين العاملون عليها يستفيدون أكثر من الفقراء العاملون عليها يستفيدون أكثر من الفقراء وفي ذلك حكايات يعرفها من عرفها المهم ننصحك إذا أردت أن تعطي أموالا للفقراء أن تتعرف عليهم بنفسك إلى هنا والحمد لله رب العالمين